لكل أنوار يسمو به المدى ستة عشر عاماً من العمل الدؤوب وسط دوامة الضياع والصراع العراقي مختلف الوجوه قضتها هيئة علماء المسلمين في العراق نضالاً فكرياً وسياسياً واجتماعياً وإنسانياً ترك بصمات واضحة الملامح في جسد العراق الجريح نحن في مرحلة المخاضي لانتلاف معظم ثلاثة مؤتمرات عامة أولها في دمشق وثانيها في عمان والثالث في اسطنبول حيث لبى دعوته جمع غفير من العلماء والمفكرين وممثلي العشائر ليس من العراق فقط وإنما من مختلف أقطار العالم العربي والإسلامي ليمثل هذا الجمع تثميناً واضحاً لدور الهيئة ومباركة لإنجازاتها نحن نجتمع اليوم في المؤتمر العام الثالث في العلماء المسلمين لمراجعة المسيرة وتجديد العارف والعزم والنية هنا نشهر مع الله وندرسنا سيدنا طريق قويم سلكته الهيئة بجميع فروعها ومكاتبها وثوابت ورافضة للاحتلال جملة وتفصيلاً تمسكت بها ونداء واضح نابع من مبدأ شرعي ووطني إلى عراق جامع ومناصر لقضايا العراقيين المستضعفين ضد المنظومة الوليدة عن الغزو كل ذلك جعل العراقيين يدركون أهمية النهج الذي سلكته الهيئة ويباركونه نحن كباحثين حقيقة نرى أن هذا التطور الإيجابي في مراحل عمل الهيئة والاستمرارية التي تعيشها اليوم في انطلاق مؤتمرها الثالث بعد 16 عاماً من عمل وجهد كبير يلخص على أنها ستستمر وستكون هي الجهة التي يمكن للعراقيين أن يلتفوا حولها لأنها الصادقة المؤتمنة على ما يجري من أحداث للعراقين هي العلماء المسلمين التي انطلقت من الأيام الأولى للاحتلال بعد احتلال 2003 فكان لها دور كبير وفعال في التصدي لهذا الاحتلال البغيض من خلال المقاومة في بداية الأمر مقاومة كانت لها الدور الفعال في التصدي للمحتل الأمريكي الغاشم ولها دور كبير أيضاً في التصدي للعملية السياسية البغيضة التي أوجدها المحتل عمق الجراح وثقل قضية بلاد الرافدين لم يشغل هيئة علماء المسلمين في العراق عن قضايا الأمة جمعاً فكانت أول المناصرين لقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية تمثل ذلك في خطابها الإعلامي وحراكها السياسي وإغاثاتها الإنسانية وشهد به هذا الجمع الكبير من علماء الأمة الحاضرين مؤتمرها الثالث كان من أبرز الجهات التي ربما رصدها هيئة علماء العراق فكانت تشكل في الوجدان العام الوجدان الإسلامي العام تمثل على الرمز المقاومة العراقية والرمزية العلمية والشرائية قبل كل شيء لأن الناس في مثل هذه الحالات يحتاجون إلى المرجعية الإسلامية والمرجعية الدينية التي تعطيهم الزخم الروحي وتعطيهم البعد كذلك الشرعي الذي ينطلقون منه عقد ونصف وصوتها نافذ في وجدان كل عراقي رغم محاولات التشويش والإسكات قالت كلمتها فوعاها واقع العراق وأملها مستقبله المنشود هيئة علماء المسلمين إنجاز حافل ومسيرة ثبات مستمرة في المنهج والعمل شكرا للمشاهدة